هذا ويلتقي زمالك اليوم مع الودادة المغربية على ملعب محمد الخامس بدار البيضاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دور أبطال إفريقيا ويحتل زمالك المركز الثالثة في المجموعة برصيد نقطتين بعد التعادل مع بيترو أتليتكو وسجرادة الأنجوليين في الجولتين الأولى والثانية بينما يحتل الوداد المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف بيترو أتليتكو المتصدر برصيد أربع نقاط في حين تذيل سجرادة المجموعة بنقطة وحيدة